السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوة اخوة تاتي كثيرين بس لكم بخير هنين كراكم زيانين نتمنىكم وقعا سكونوا باخر وعلى خير فإن ما كنتم تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم مع الفيديو جديد فيديو ديلي وما جيت ان شاء الله قد نتقاس معكم تحلية لي كتجي اكتر من رائعين كلكم هكتتحضروها لاشا صحية 100% لديدة بثاف مشبعة ما تشبعوش من هالطريقة اللي سهلة وبسيطة فقبل ما نبدو الفيديو دي لنك فيما العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي واصحابي اجمعين ايضا اخواتي ما تساونيش بحض اللايك على الفيديو وانتم ما كتفرجوا وليك تول اول مرة تشاهدوا الفيديو وليك تشاهدوا القناة فكن نقول لكم رحبا بكم في قناتي وقناتكم مع لكم وتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقى توصلوا كل ما هو جديد ندوزوا المكونات والطريقة مع بعدياتنا فبيسمي لها لبركاتي الله بالنسبة الأول مكون غدي نحتاجوا هنا اربعة دي المعالق دي الشوفان هانتمه اربعة دي المعالق دي الشوفان وغاد نوضع لهم كاس دي الحليب دك الكاس دي الرايب كيف ما لحظوا تقريبا مع كاس دي العلبة صافي وغاد نحاول انه نحرك مزيان دك الشوفان وغاد نخليه يارطال هانا غاد نكمل لك الكمية اللي تبقات لي في الكاس هانتمه الكاس اللي عبرت به اضع الكسده الرايب اضعه في اربعه المعلق الشوفان اضعه جانبا اضعه الثاني مكوين احتاجه هنا الثاني مكوين حبوب الشياء معروف عند الكل اضعه ايضا خمسه المعلق حبوب الشياء ندر افراد العائلة اضعه كليل خمسه المعلق حبوب الشياء والله المشكلة في حانوت هري المشكلة المشكلة كاس الحليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب هل نضيف حليب ان نضيف حب والإصاف و منعرف تستعدون During our and our يمكنكم تستعملوا اي فاكيهة فخيز يعني اللي متوفر عندكم يمكنكم تستعمله صافي هنا كنناخد اول حاجة كنناخد داك الحباء ديال الموس وكنننقيها ومن بعد غدي نقطعها طريفات غدي نحلها بحال هكا صافي غدي نقطعها طريفات صغار بهالطريقة بالنسبة لهات الشوفان يجي حلو بهاد الحباء ديال الموس وحلاوه بطبيعة الحل هي طبيعية يعني ما كنديروش السكار بصفاء نهائية فاتح لي كيف ما قلت لكم صافي هنا كنناخد داك الشوفان اللي درنا فيه الحليب وكننوضع لي هدك الحباء ديال الموس بعد ما قطعناها طريفات بطبيعة كالحال صافي وغدي نحر لكم بزيان بالنسبة لهات الشوفان يمكنكم تزيدوا معه ايضا حبيبات ديال الزبيب هكا الحلاوه اللي كيبغي الحلاوه بسف يعني تزيدوا الحلاوه اكتر هنا غدي ناخد داك الحباء ديال الكاكي وغدي نطحنها مع كاس ديال الحليب وغدي نخليها تزعقد في واحد الكاس كيف ما غدي تلاحظوا معي من بعد ان شاء الله ايضا اختينا داك الحباء ديال افوكا هنتو ما قسمناها وغدي نقطعوها بات الشكل هذا صافي وغدي ننقيو ايضا حتى داك الحباء ديال تفاح بحال الشكل ديال افوكا نقطعوها طول هنا بالنسبة لبضورشية او الشوفان ديال نصف يراهم رطابو هنتو ما ما شاء الله يعني كي يرطابو كي ينتفخو غدي ناخد هناك كوزيات فين غدي نديرها تحليه وغدي نوضع فيها اول حاجة الشوفان ديالي وماء اللي غدي نوضعوه من تحت الجوج معالق ديال الشوفان في كل كاس من بعد غدي ناخد داك الحباء ديال تفاح اللي نقيناها وقطعناها كاشكل طول غدي نديرها كطبقة ديالها ومن بعد هنا داك الحباء ديال لقاكي هنتو ما نطحنوها ونديرها في كويسات حتى كتولي لنا عاقدة بحال الشي فلون هنتو ما بالنسبة لها ديال الحبه هدي كي ماد بكم رغم اصورتش معاكم المقطع هاد الحبه هدي ديال لقاكي كتاخدوها 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 مع شوية ديال لحلي ما سكدروش حلي بزاف صافيو كتاخدوها رافي الساعة كتاخد ما كتاخدوش مدة طويلة بعد ما كتفرغوها في الكاس خليتها حتى عقادة خلطها بزيان وغادي نوضعها كطبقة تانية عندما بعد ما كنوضعوا اضيك الطبقة ديال لقاكي كنزيد ايضا هنا يعطريفات ديال الابوكا بحال هكا مويم كما سبق وذكرت معاكم بكلكم ديروا اي فاكيها عندكم مشي ضروري هاد فاكيها دولي استعملت انا هنا صافيو بالنسبة لحبوب شية او بضور شية ديالنا حتى وما شوفوا معاي ماش الله يعني كينتفخو وكيعدوها كوحد الكمية كتيرة كيكونوا وجدين صافيو كنغلل نوضعوا طبقة ثالثة منهما كامل فوق كنوضعوا كل جوج معالق في كاس هانتوما وبنسبة لزين زين كيبقى لكم اختياري يعني باش ما بغيتوا عفوا ان يمكنكم تزينو صافي تحليدي انك تكون واجدك تجيو واجدك بلا سكار بلا احتشي حاجة يعني تحليه اه طبيعيه مياه في المياه صحيه يمكنكم تحضروها كالعشاء تاخدوها كالكويس هذا العشاء اول حاجة كيمكنكم صحيه مياه في المياه طبيعيه حتى ما فيهاش سكار وثاني حاجرها مشبع يعني تاخدو كويش ما شاء الله يعني مشبعه وفيها ايضا اضافه اخرى بالنسبة للاخون والاخوات اللي باغين ينقصوا في الوزن التحليه هذه غتي تعجبكم بالسافحة حيث فيها بودورشية كي ينقصوا في الوزن بوح الطريقة زوينة صحيه ما تخافوش ما الطريقة هذي صافي التحليه دي انه هي هذي كما كتلاحظو كتجي واعره بسافرة في الماضاق متشبعوش منها كتجي خاطيره في الماضاق نتمنى انا اتعجبكم من اشترككم اخواتي اخواتي اتبارتا جيوها مع اخواتكم اصحابكم مع ناس اللي كتعرفوك فضلا او بليس امرا ايضا اول مرة كتجدد الفيديو وليك تجدد القناة فكنا اقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مع الليكو ما تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش قوات توصلوا بكل ما هو جديد ماتبخوش الياب لايكات ديلكم تعالكم زوينة المحفيزة على الفيديو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة